السلام عليكم أخوتي أنا اسمتي سيمو هذا الشيء اللي وقع لي كان عندي واحد الإحساس باللي واحد النار غادي نعيشه كنت قبل ما نتقنجها مع السيدة هادي كنت ديما تكون شاد طريق تنقول أنا شابه جودرول الوقت كامل ديالي كنت زغير في الطريق شكون هادي اللي غادي نحط على الراس وغادي تفهم الظروف هادي كنت ديما الوالدة ديالي كتنقش معي لهذا الموضع تنقول الوالدة أنا راه ما بغي لازواج لواله فين هم من العيالات ديالي اللي كانوا كيصبروا وكيفهموا الدور ديال الراجل أنا خدمتي صعيبة خدمتي شادة لي وقتي شكون هادي اللي غادي نقول لها أنا غادي نخبر عليك خمسة سر يوم شهر وغادي تقول لي آه ولد الناس نصبر معك القيصة ما فيها أخوتي هو أنني أنا من صغري وكان موت على هذيك الخدمات ديال الشيفور ديال الكاميو كنت ديما تنسوا الوالد ديالي اللي يرحموه اللي بغي يخدم هذه الخدمة شنو يدير كنت يقول لي يا أولدي هذه الخدمة راه صعيبة وراه الناش لغمية وكتحيروا م هذه الخدماتي وانا بكترة ما هوتي يقول لي يا راه صعيبة وبكترة ما هذه الخدمة كتزيد تعلق لي بقلبي فاشدرت 18 عام دوزت هذك البيرمي ديال التوموبيل أمورها مباشرة دوزت هذك البيرمي خلصتهم الراسي كمشي ندمر نخدم نبيع ونشري ندير أي حاجة باش نجمع ذلك الفلوس وكانت كتعاوني الوالدة باش أنني نوصل لذك شي اللي بغيت كانت عندي غير اختيم جوجة وأنا هو الصغير دي واحد المعاناة طويلة 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 بزاف وشي ما عارف وشي أصدقاء قدرتهم قدرت أنني نحصل على الخدمة دي الأحلام ديالي ما نقدرش عليكم أخوتي قاعدوك شوف ريالي كعرفوني وصحابي تبدو يشوفوني دك الطريقة باش كانت تهلاف في الكاميو ديالي طريقة باش كان جي ديما مبريزنتين مزيان بعد مرة تنضرب طراجي في 1200 و 1400 و 1500 كم تنطلقها من باعتي سولة كذا تبدو الدلاري كلهم كيشكي وطريقة ما كالقعوش في الناسه مشاكل في الحدود مشاكل في كذا وانا ديما تنظر على الخدمة ديالي بكل حب تيتفاجئوا بزاف راتيقول لك كرا قليل قليل بزاف اللي كنت لقعوهم عشواف ريالي عاجبا من خدمة ديالهم انا كنت صلي باطير وكنت ديال راسي بقيت من هذه المدة كاملة يعني كنت جمع فلوس حتى ما عندي فين نخسر ساكن غير مع الوالدة تنتهلا فيها ودكشي والفلوس كنت جمعو مني الوالدة واحدنا رجمعت واحد المبلغ مهم الوالدة ضيحات لي واحد فكرة قلت لي اشوفها ولدي ديب انت عندك فلوس صحيحة علاش لا ما تفكرش تشري دارك قلت له شري دار ما شيشي فكرة مزيانة خصوصا انني الوالدة ركي عارفاني دابا ما تنقلش في الدار بزاف ويعني لاش تري الدار رغة تبقى خاوية وقلت لي علاش ما تجوش عاو تاني تناقشن على هذا الموضوع قلت له الوالدة الله يجيزك باخير انا رغم ما غادش نجوش طارس معزارة ما غادش نجوش رغم ما غادش للقاعدة المرة اللي انا بغيت قد تميك على اليه شوية وتعود بشكل موضوع عتميك على اليه شوية وهي غادة شديت انا هذوك الفلوس مشيت رهنت بهم واحد دار بحلقة قلت بغيت نخبي الفلوس دياري فاديك الدار رهنتم فيها فرش شاب الاساسيات ادرتوا احد النموسيات دياري فيك الناس الى جيتش مرابط نبقى بواحدة ترون كيلو او شي حاجة وسارت الايام وسارت الايام وصلت للسين ديال 37 سنة تم غدا تدخل معي الوحدانية بزاف خصوصا انني كان اسمع الداري اللي معايا اللي فرحان يمشي يشوف اولادو اللي فرحان يمشي يشوف مرتو وكلهم كانوا ناشطين وفرحانين مع العيالات ديالو هذا هو الشيء اللي ازاد حفزني انني نفهم انني كانت عندي فكرة غالطة بزاف وقلت علش الله انا ما نزوج 37 سنة ديالوحدانية تانين غادي نوض نضرب راسي في قد ورا يمكن الوالدة ديالي عندها الصح انقدر نلقاش بنت الناس اللي غدا تفهمها تشيء هذا هدرت مع الوالدة في الموضوع بغدا تطير من الفرحة وقالت لك واخيرا فهمتيني وغادي نقدر نشوف اولاد ولدي وانا بقى في الحياة وما كنت تعرف الاهمية لدي الخبر بالنسبة للوالدة كان فرحها بزاف قلت لي اضرب هذه القادية اضربها على حسابي انت غير جعل اللور البنت اللي بغيت لك كائنة الوالدة ديالي مسكينة غير نية وانسانة معقولة انا ما كنعفش هذه البنت اللي هي هدرت لي عليها انتشأت ايضا تكلفت بكل شيء احتصونات عليها قلت لي مني ستأتي في الثلاث يام جاية ان شاء الله ديك الساعة غامشوا نشوفوا البنت وانتمنى ان اتعجبك وكون هاني ستعجبك مليار في المئة قلت لها الوالدة وماذا علمت يدارهم بالخدمة وماذا ندوز في الخدمة وماذا للبنت سيكون في خبارها قلت لي اها والديرك اعرف ان هنا لا نستطيع ان نكذب عليهم ربها وامها وهي براسة قلتها وشرحت لها طريقة العمل لك وقلت لك اللي يفعل خير الله يديرها جيت هنا في الثلاث يام في اهلان هزتني الوالدة ومشينا لعندهم شفت البنت هضرت مع اباها شرحت لها قلت لي انت عمي وخصا انا الوالدة ديالي كتعرفهم ولكن انا يما كان عارفهم اه ولكن ماشي بدك العمق اللي الوالدة ديالي عارفهم قلت لوالد ديالها شوف عمي ما كان من خبيه لك وقلنا ندر معك قدام بنتك لانها تشاهده مهم نقوله دابا انا الخدمة ديالي شفور ديال شاحنة مع واحد شركة بعد مرة نقدر نغيب شهر كيف ما كان نقدر نغيب 15 يوم 20 يوم وعندي واحد الوقت وعندي الكونجية ديالي اللي غنقدر ندوزهم ملائلة ديالي خصوصا في الاعياد الاعياد تقريبا كلهم كانجلسهم وتنكون قريب ملائلة ديالي والبنت ديالي نعم سيدي بغيتها تكون عارفة هاتشي هذا باش ماشي يجي واحد نار تقولي انترى كتخلينا بوحدنا ولا كتقال رخصة توجد راسها وتعرف راسها لاياش داخلها قالي يا والدي انا 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 نحييك على تصراحة ديالك وانك حتى تكون شي اطاب المنطقة الاولى قلت لهاتشي اللي كان عمي وانا في كرة الجوزره ما كانت تعندي ابدا من اللي راجعت راسي قلت له لماذا اللي سبع وثلاثين ساننا هذا هو الولاج اللي نقدر نتزوج فيه ونكون فيه اسرة قلت لهاتشي وقلت لها بنت الناس قدام وليديك وانش انتي قابلة بهاتش هذا قابلة انني نخبر عليك شهر 15 20 يوم بعد المرات الشهرين ثلاث شهرين ثلاث شهر ونجي ثلاث يام ونعود نمشي قلت لي لك المعقول ربي رغي يرتوي ديال الخير قلت له مدام سولتي على المعقول بنت الناس مرحبا بك قلت لنا الباب الكبير ونقلبه على المعقول قلت لنا اليد في اليد وانتفقنا على اننا نتزوجه وقلت لنا العرس وتزوجنا البنت بقى بنت لم يكن لديها مشكلة لو وليدها قلت لابحث وقلت البنت ديقوردية ومعقولها ولكن بعد المرات يقول لك انتزوج على اللوات الهربورية انتزوج على السكوتي يكون الانسان ترونكي الباخير حتى يخرج ذلك الشر اللي في الداخل يرى انك سيدي السيدة فعلا من لسالة مثال الزواج ما كان لا ما كان لا اسبع ايام ديال ديالشهر العسل ولا شهر ديال الشيح ولا ما عفتنا بوادك كان خسنين رجع الخدمة كانت عندي ثلث ايام يلي درتفع العرس قلت له خسنين رجع الخدمة دارك راهية قلت تقلسي في دارك مرحبا مهم الدار راهية من اللي سنأتي في ثلث ايام جاية سنكملوا لهذا الشيء ما كانت مشكلة سير السيمو لا يدكها الاخير امنت في دارهم وشدت الطريق ومشيت في حالتي دوزت 17 يوم ورجعت باش نقلس معها سبع ايام قلت له فوالانا اخرى لم تحارجت ما كانت محتاج ليا مع دوزت العرس ديالي جيت لديك مباشرة قلت له يا سير السيمو دوزت سبع ايام ديالك قلت سبع ايام حييت لك من اللحمة قلت له ما كانت مشكلة جيت دوزت مع واحدة سبع ايام صفرنا عبطنا المراكش عبطنا العقادير وارزازات ما خلينا تشي قند ورجعني في حالة نظار كملنا ذلك الشيء اللي باقي فيها مشيت بتلك الاتات اللي كان باقي ذلك الشيء اللي باقي نقص في الكوزينا ذلك القشيوشات باشك تشقعها باشك ترون ذلك الشيء كامل الصراحة بنطلع مرادر وطرونكيل وباغة تكون تكون أسرة وباغة تحس برصام السقرة نظيفة ونقية ومئيدة في الكلام ديالها لحد الساعة الدار العام قلت له مرحبا انا غضي وكان كبر خفت ليس كتليم المطور قلت له باسم الله انتو كل او الله جاب الله التاسير ازادت عندنا واحد البنيتها لا اصدار العام الاخر ازادت عندنا واحد الوليد وهذه الولدة عنده واحد المكانة خاصة عندي حيث البنت راكم عارفة البنت الامها وماشي قلب البرمالة في امات قد طلع البنت شبع الامها البنت الامها ودري البع وخاب بنتي را عزيزة عليها ورغا تبقى بنتي والحمي ودمي يرى انكا سيدي السيدة والا تتفتح معي الموضوع خصام اللي تزادوا عندنا الدراري وتتكون صعيبة عند العيالات ودوك الايام الاولى في الزيادة وتتكون البنت تتبكي ودوك الوليد كي بكي والبن الامراب واحدة وخصة تشقى والولد خصوة يتشدوا يعني الأمور صعيبة لانكا نتفهم هذا الوضع ولكن البنت الولى الحمد لله تزادك شي مزيان ولكن في الولد السيدة جهلت بحلق اول مرة قد نجوج بها السيدة نساعد ذلك الاضراب وذلك شكامل اللي كنا ندوزنا وذلك الظروف اللي عشنا يعني السيدة ضربت ماء عام وزايد عليها يعني عامين مور البنت يعني را ولفت را السيدة ولفت وضبطات مع الوضع دي الاناني كنا نخبر على الدار السيدة اللي تفين منجي ذلك الثلاثيام اللي نجريها في الدار مع أولادي وذلك شي تفتح معي الموضوع واش ما كتفكرش تبدلها ذا خدمة علش عبنت الناس خدمة كانت تخلص فهم زيان وخدمت احلامي وخدمة اللي انا كان بغيها من قلبي وما نقدرش ندير شي خدمة اخرى من غيرها انا كانت تخلص مزيان علش غانين بدلها ذا خدمة ايدي كثيرة خصت تلقاش حل ونقصهم في التربيه قلت لها الولاد عندهم احسن ام في العالم لي انت سوف تربيهم ونقصهم وانا في تلك الثلاثيام وانا في الكنجية سوف ندوزهم كاملين معهم وانا سوف نكمل لك شي اللي نقص للداري في التربيه قلت لها نرى كثيرا لما تدري المدراسة وما تدريد عادة كثيرا فعليا قدرت لها القنب على عمقي وزيارات نايا وما خلت لي في ان تحرك كثيرا فعليا سوف نفكر في هذا الموضوع سوف نفكر في هذا الموضوع سوف نفكر في هذا الموضوع السيدة تتضرب في هذا الأسلوب مغاير زيارات معايا الصمتة وبريد توحني في الطريق سوف نفكر في هذا الموضوع سوف نفكر في حماية الموضوع لم تكن لها حدايا ومعايا الصمتة إذا لم تكن لدينا سوف نخلالك على كل شي سوف نفكر في قصير ومعايا الصمتة ومعايا الصمتة ومعايا الصمتة ماذا كنت من دافع بدك الإحساس أنك تحسب رأسك عندك رجل مزوجة وماذا فتشي صاحبك تجوجات وترغب بغتي تجوجي ما علينا قلت لها شوف يا بنت الناس هنا لا أريد هذه الخدمة وأنا مرتاح في خدمتي ومرتاح مع أولادي والظروف التي كنت أقوم بها السيدة عندما طلعت النيفو طلعت النيفو بزعف إياك تعرفني أنني كندوز مدة طويلة 15 يوم 20 يوم بعد المرة تل شهر على حساب التراجي اللي غدا نضرب سبحان الله العظيم أنا كنت أعود لها كل شي كنت أعود لها التراجيات ديالي شنو قاعلية فيهم كنت أعود معا من اللي كان جي حيث ضروري من خصص وقت أنني نعود لها شنو كين قلت لي أرى هذه المرة هذه رعندي واحدة السفرية رعني هابط ل موريطانيا قلت لي موريطانيا مزيان وهدي وفيت لي أضربت هذا التراجي هذا ما مرة مجوج قلت لي أرغنبط الموريطانيون قدر قاعد نوصلت للسينيغال قلت لي مزيان لا يسخرج حالي تشد لكاتش ديال الوقت قلت لي معرفت ما زال ما كونفيرما وش لي وش غادي نوصل حتى للسينيغال أم لا ولكن نورمال ما إلا كانت غير موريطانيا رعندي 17 يوم تقريبا ولكنت السينيغال رعنقد نكمل الشهر قلت لي مزيان الله يديك الأخير والله يجيبك الأخير الزاد قشاوشا مشهدت الناس بوحدة من نهر وقع المشكيل أبنت الناس رعنش اللي كتدري فيه رعن ما كي تقبلوه سلعقل والثاني نغام بقى صابر لك على هذا الشيء هذا كتنط نقر وتخسر الهضراء وتعوج الهضراء وانتعيا ودي مغابر وكتجي تلومني أنا رعن اللي كان هزلك ولادك وانا اللي كان ديلك وانا كان نفعل لك تنسولها تنقول لابنت الناس ده بغي يقول لي ليه شنو اللي غي خليك تدري معي بذل أسلوب وبه الطريقة هذه احنا رمش يا الله تزوجنا احنا ربينتنا عشراء كنظم كتعوج الهضراء وتخسر الهضراء وكتطيح مني بوب الزيف تنسكت باش ما نكبرش الموضوع يارا نكاسي دي وجد راسي باش غا دينش الطريق ومشي لموريطاليا وعايت ليه الباترون وقال ليه فوالا رخص كدوز رغا توصلت للسينيقال عايت ليها وعلمتها وكتلها شنو كير رغا نغيب تقريبا شهر قلت ليه مزيان هذا وما عويدك هتخبر شهر تكلس معنا ثلث ايام تعود تخبر تصير ضيدك الاخير قطعت على تريفون وشدة طريق طريق كله انا كنفكر في ولادي وفيها هي وشنو وشنو نقدر ندير معهم وكنسور راسي وشنو نقدر نضحيب هذه الخدمات دي بالرزق اللي اعطا علي يصدر بيه وخدمة احلامي باش انني نتفرغ لها ديك المرأة والدك الولاد ولا تفرغت لهم شنو غا تاكل هذه المرأة وشنو غير كل هذه الولادة هذا هو التساؤول يبقيت كنسور راسي في هذه الطريق كاملة دي الالي والروتور ثلث ايام الأولى بعد السفرية تظن المرة لا تتجاهب كيف سوضعو من وانا يشوف بالطريقة والدت قضى ياركي كنسور راسي فين الى القرق بسبب السيدات المتحدث عنها لا تضغط عليها من الفوق مشاوض تقول لم يطلع العبادة والبادة من الج�� Juiceнова تشوفها جدا 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 ضد خلال جدا كنت أصاب لأوليدة لا تعود لأمشي عندها سننصي مقلقة بثافة و لم أبقى عجبة سوف نرى من اللي سنرجع ونتوصل معها وسوف نحاول نلقى حل الواسية لهذا الشيء الذي في بيناتنا قلت في الله يضي لك شي تولدي يا أولدي و لا يبقى ادخلني في هذا الشيء نأتي عندها و نضق عليها و تطلع لي و لا تجاوبني هذا الشيء ذا رأينا قلت لأدب قلت لعندك تقول لي لدارهم شي حاجة ولا تقول لي لديك شي بيناتنا يرى ان كسيدين اصمقت كن حشي عليها توحشت ولادي بزاف بزاف تنبغينا نصون عليها نسمع صوت بنتي ونسمع صوت والدي نتوين نسبيهم ما كتجاوبنيش تنصوني وما كتجاوبنيش بقيت صابر اخوتي هذه المدة كاملة احتراجت في حالتي للدار راجع بواحد الشوق وواحد الحب وواحد الحنان بغي نعطي الولادي كانت عندي خمس يام غدين قلسها كلها معاهم وغدين فرح معاهم وغدين خرجهم وغدين خليهم يحسوا بلي باباهم كين وحتى هي تحس بلي عندها راجل تفكر فيها ومهم ما عنده رجعت للدار اخوتي طلعت حل دربة الباب بالساروت دخلت تنشوفوا هاد المنظر اللي ما بغيتش يمسلم يشوفه البطار خاوية كتصفر دك شي اللي كان في الثلاجة كله مرمين في الارض الخضراء الحوت القرعي الزيت كل شي ملوح في الارض كل شي حالته الدود كينتماء ومنشفت الدود دون كرام السيدة شي خمس يام ونستيام هي غابرة من الدار تنسو الجيران قال لكا سيديران مرة تكرا كانت جابت واحد الكاميونة يا ورا هزا ترحيل ما يسمونها قالت كرا ما قلتوا السكنين هنا يا رابط التلتو قلت له مؤخر هذا شي اللي كان رغير جيت نشوف انا شي 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 العيبة تناية ما علينا انا زيت قلوعي مشيت للكوميسارية السلام عليكم وعليكم السلام راه شوقع 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 قال كاسيدي السرقاء ما كنا ما بين الرجل والمرأة وعندما كنتم متفقين على هذا الرحيل قلت له من لا انا ما متفقش معه انا كنت مسافر وخدام وهذه الرجلي من السفرية كان دخول الدار ما كان القواله كان صوني على المرأة ما كانت جاوبش قال لي او اخس كدليها طلب رجوع البيت الزوجية وذلك الساعات تفهم نتاويها على ذلك شي اللي ذلك الاتات انا من اللي كنتم نشري ذلك شي ما كنتم نشريه من الرجل ولا من الشركات الكبار تعتك فكتورا كنتم نشري ذلك شي مستعمل ما علينا سيدي بقيت انا وات السيدة مشيت لدارهم السلام عليكم وعليكم السلام فين هي مرتي فين مولادي دارهم اعطوني شرط الخيط احنا ما دناتش خبار على مراتك كيفاش ما عندكم تشي خبار على مراتي واشتموا في خباركم واتشي الواقع والاوالو قالك السيدة احنا ما عيطتنا وما عدرت معنا مولو احنا ما في خبارنا اوالو هي هذيك دارهم تنكروا هي كتنكر الولاد فينا هو ما الله يعلم الوالدة ما بيتن نقول لي اوالو ما بيتن نسرح لي اوالو رجعت للدار ما كينتاعلاش الانجلس مع القاية اللي اخرى اخوتي ما خلاتاش مع القاية اللي اخرى كل شي طار من هذيك الدار سالت الايام سالت لي هذيك الخمس ايام اللي كنت جاي ندووزها معاهم واحد خمس ايام كحلا رجعت في حالتي للخدمة رجعت للخدمة كل شي دازم زيان كل شي وادك عايت لي واحد سيد جساكن معايا سيسي مولة بس عليك بخير سعارة جاتك واحد البريال ببار رعا الفكتور دق وقلنا اليوم فوالا رعا السيد يكون خدامتي صافار بزاف وهادي راشد ديتا من عنده تجي ونعطيها لك سالت ذيك المودة جي تيارة الورقة التي تطلق تم ورقة التي تطلق استدعى باش انا نمشي نشوف السيدة شنو دايرا عايت لها ما تجاوبش اذا فاد اول مشكل فاتش هذا كامل جميع المحاولات ديالي باش انا انتصل بها ما توفقوش مشيت المحكمة كنسبول على العراسي فعلا السيدة رفعت دعوة دي اطلاق وسامحة في الدراري يعني سامحة في الحضانة دي الدراري وسامحة في كل شي القصة وما في اخوتي جابت كميو اخوات الدار باعت كل شي ومشيت كرات في واحد المدينة وخلت الولاد غير مع دارهم من هاللي انا جيت نهدر مع دارهم هادرهم معي في الزنقة والولاد كانوا لداخل كانت شدهم جداهم جداهم دي المهم معلينا سالتها دروينة دي الاطلاق السيدة تخلت على الدراري على البنت والولد هزيتهم وحطيتهم عند الوليدة عندي امها وابها وزيت ذلك الوليدة دباهم عند جداهم دي اللي هي ماما الوليدة دي لي ومن نهار دعمها تفرتكات الدعوة بيني وبين ذلك السيدة مع وتسمعت عليها شي خبر اخوتي في نظركم ماذا هو الدافع دي السيدة لغي خلالها ترتكب بشي حاجة بحلاقة؟ اعطوني عفاكم شي سبب كشكركم بزافة السيمة موسيقى 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 اشتركوا في القناة